بساً بهذه المناسبة العظيمة بيقول في ذكرى العاشر من رمضان تنادي كل حب ترمل في سيناء قطر الدم لرجل يعيش في وادي مصر ودلتاها وصحاريها من الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد لتوصيه بأن يظل مؤمناً وموقناً بأن سيناء كانت وتكون وستظل مصرية الأبد من أولها إلى آخرها ومن أقصاها إلى أدناها وبطولها وعرضها ومن كل الزوايا عايز يقول إيه يا سيد زمان عايز يقول إنه هناك محاولة لبيع سيناء في صفقة القر تبني يقول ونخلص المشكلة عمار إنه هو دايماً بيحاول يوصل رسائل بطرق غير مباشرة وبعد كده بيداعي إن المعارضين في الخارج المفروض ما يعرضوش في الخارج ليه ويعرضو في الداخل هو مش عارف يعرض أصلاً يعني مش عارفه كتاب يعني هو عايز يقول إنه سيناء بترنه صنفير بكلها سيناء بتاعت نحن بتاعت صفقة القر ما تقول بالزبط يعني ليه بتلفوا الدور بالزبط يعني ده أنت ليه يعني بتقول كده وإنت خايف في نهاية تقول إنه سيناء مصرية وستظل مصرية رغم صفقة القرن ورغم محاولات بيع أو تاجرها ومنع الأهالي حتى من الحياة هناك قول ده آه ولو ما متقولش أو بتخاف تقول ما تتهمش اللي بره ما هي دي مشكلة مش عماره بس ومشكلة حتى ناس كتير جداً موجودين من المدعين بأنهم نخبة أو مثقفين ما فيش مشكلة إنه هما يبقوا خايفين على حياتهم الخاصة وخايفين إنه يتم اعتقالهم وخايفين إنه ممكن كلامهم تتهمش الآخرين بحي بالزبط على الأل يبقى أنت عارف كويس قوي إنك إنت مش متمتع بالحرية فمنت تتهمش الآخرين اللي حبوا يبقوا يكونوا أحرار إنه هما خاونا ده بالعكس مفروض يقف معنا ويقول كويس إنهما بيقولوا أنا رأي كمال عيد كان أحسن واحد رد عليهم يعني عليه يعني قال ما معناه في الآخر إنه كلام ده التصنيف الناس في الخارج والداخل ما كلنا عارفين في الداخل ناس بتقمر عليها بدون تهم آه بالزبط وبدون أي حاجة فلوكات الحرية متاحة في الداخل ما كانش حد سافر موساب بلده وهجر وده في النقايه حتى جزء من الإشكالية اللي موجودة عند ناس كتيرة جدا لإنه في جزء كبير منهم ولازم نعترف بدا اشتغل مع السيسي اللي هما مين يعني مش شاهد ناس كتير يعني تقاعة كواء عمار يعني النهاردة مثلا عندك لا أبدا مش واقع على حاجة لا أقا والله تقديت بره فترت بره لا أفترت بره ايه مالك إن مثلا العمار مثلا في حاجة فيه عمار المفروض إنه هو منطقيا اشتغل حتى في فترة مع السيس وقدم برامج وحاجات كده طيب هل أنت انتقدت نفسك إنك إنت قديت في النهاية وصلت هذا الرجل الدكتاتور إلى السلطة هو علاء عسواني عمل كده مناش علاق الوحيد اللي عمل كده حازم عبدالعظيم بالضبط حازم كماسك الحملة انت خبير كماسك الحملة وقال أناز آسف وقال كلام كتير جدا ودفع التمن دلوقتي بالضبط دول ما اعتذروش عمار ما اعتذرش آه لا ما هو مستمر هو رجل مستمر طيب إذا إزاي إنت تمتلك الجرأ إنك إنت تتاهم الآخرين بإن الآخرين أصلا خوانة أو إن المعارضين حقيقيين موجودين في الداخل بينما أنت لا تعارض أنت عملت ليف بالضبط طيب